أسعد الله ووقاتكم بكل خير ما زالت محافظة الظفار تتعارض لتأثيرات المنخفض المداري والذي تسبب به طولات كميات عالية من الأمطار تجاوزت الأربعمائة وثمانين مليمتر على صلالة مع كميات عالية جدا سجلتها بقية مناطق المحافظة بالوقت الرهن هناك تواجد للسحب ركامي رعدية قوية على مقربة من سواها الشرق الظفار يتوقع أن تتأثر بها المحافظة بقادم الوقت وننوح على أن فرص الأمطار الغزيرة والغزيرة جدا ستكون واردة على معظم مناطق المحافظة اليوم السبت وغدا الأحد ثم يبدأ الانسحاب التدريقي يوم الأثنين لتتأثر اليمن ولعدة أيام قادمة مع تنبيهات من السيول والأودية كما هو تستمر فرص ظهور تكونات المحلية الممطرة على شمال السلطنة بجبال الحجر اليوم ولأيام قادمة بمشيئة الله من جانب آخر هناك رصد منطقة ضغط جوي منخفض جنوب شرق بحر العرب بسرعة الرياح تصل ل 15 عقدة سيكون لنا متابعة لاحقا له من منصف الأسبوع القادم حفظكم الله تعالى واجعل هذه الأمطار سقيا خير وبركة